الحقيقة لا نريد أن نتحدث عن سيرة عبد العزيز بوتفريقة فالكل يعرفها ولا نريد أن نتحدث عن الدجل الذي مارسه والفساد الذي أغرق فيه البلاد فالبلاد التي دخلت إلى خزانتها العمومية أكثر من ألف مليار ويجري الحديث على أكثر من ألفين ومئتين مليار معناها هذا المبلغ يعيد بناء القرى الإفريقية وليس يعيد بناء الجزائر فقط ولكن تلك الأموال تم إفساد فيها وتهريبها وتبذيرها وإنفاقها في مشاريع وهمية وما إلى ذلك من أعمال الإفساد في البلاد التي مورست في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفريق الحقيقة أن الحراك الشعبي كان هبة تاريخية تحسب للجزائريين والجيش الوطني الشعبي الذي التحم مع الجزائريين كانت أيضا هبة عسكرية تحسب للجيش الوطني الشعبي عموما وللفريق الراحل أحمد جيز صالح بصفة أخص هذا التلاحم بين المؤسسة العسكرية والشعب الجزائري في ذلك الحراك أسقط بوتفليقة ثم أسقط عصابته وشاهدنا الجنرال توفيق يقاد إلى السجن وشاهدنا الجنرال ترطاق يقاد إلى السجن وشاهدنا عبد السعيد بوتفليقة يقاد إلى السجن وشاهدنا أويحيا وشاهدنا سلال وشاهدنا أعمار بن يونس وشاهدنا عمار غول وشاهدنا 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 الكثير ممن ظن يوما أن الجزائر في جيوبه وأن الجزائريين تحت أقدمه